السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بحضركم. خاصية الشحن اللاسلكي. في شركات بتعتبر ان خاصية الشحن اللاسلكة دي وسيلة من وسائل الترفيق. وفي شركات تانية بتعتبر ان الخاصية دي من وسائل الامان. ازاي يعني? انت حضراك ما تمسكش التليفون في ايدك وتضرع على الكابل الشاحن وبعدين تضرع على مكان الشحن. وهكذا فدي لهيك عن الطريق. طيب. لو حضراك التليفون بتاعك يدعم خاصية الشحن السلك وما بشحنش. ايه السبب? هنعرف ايه السبب. الحاجة التانية فيه تحزير مهم جدا. بخصوص خاصية الشحن السلكي اقول لحضراتكم اخر الفيديو. في نجاني الاهوة بتاع حضرتك? ويلا بينا نبص على الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بحضركم مرة اخرى. الشحن اللاسلكة يا جماعة لقي اعداد واحد فقط في الشاشة رأسية. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير جدا. اما بيجي يحط التليفون بتاعه على المكان المخصص للشحن. ما بيشحنش. مع العلم انه بيدعم خاصية الشحن اللاسلكي. طيب نعمل ايه? هندوس على لامة الكلاوت دي او السحابة كده. وبعد كده الضبط. لعلامة الترسل دي الضبط. وبعد الضبط هننزل على الاعدادات. هنلاقي هنا الشحن اللاسلكي. هنا يا جماعة هنلاقي هنا غلق. غلق بمعنى ان هو مش مفاعل. وبالتالي دي الحاجة اللي بتواجه الناس كتير جدا انه يبحط التليفون ما يلقيش الشاحن او الشحن يشتغل. هنا هدوس عليها اضغط علي كده. كده تم التفعيل. كده تم تفعيل الشحن اللاسلكي. كمان يا جماعة هنا في خاصية كمان جميلة جدا جدا جدا. السيارة دي بتتاحها برضي. اللي هي مسلا لقد نسيت هاتفك المحمول. بمعنى انت حضرك مسلا سبت التليفون في السيارة. التليفون الشحني خلص. اه مش عارف حاجة كده من اي حاجة بخصوص التليفون. ان انت السيارة بتقول لك خلي بالك انت نسيت التليفون و هتظهر لك بسالة لو انا عايز افعلها بفعلها كده. اللي هي ايه اللقد نسيت هاتفك المحمول. بمعنى اصح ان انت مثلا ممكن تركته في السيارة او تركته على الشحن فترة طويلة. ده كده التفعيل بتاعنا. نرجع نجزد خالص ونجيب على اي حاجة عادية ونسيب كده الشحن اللي سلكي اتفعل يا جماعة بصورة تامة. ننقل بقى على ايه? الخطوة التانية اللي ايه? خطوة مكان الشحن فين? يلا بنا. ده يا جماعة هنا مكان المكان المخصص للشحن اللي سلكي هنا. وهنلاحز هنا ان هو هنا عليه علامة الشحن اللي سلكي. والناس اللي ما عنداش البادة دي لو هي مش موجودة. هنلاقي برضو هنا في الاسفل المكان هنا عليه علامة الشحن اللي سلكي او الشحن الويرلس. دي مخطوطة البادة دي او الجلد ده. مخطوط حماية عشان البيانو بلاك ده ما يتجرحش. نتيجة الاحتكاك ما بين التليفون وجسم الشحن او جسم التابلو. بتتحط هنا كده وبنجيب التليفون بتاعنا بصورة بسيطة جدا. ونبتدي نحطه على الشحن وابتدي يزهر علامة الشحن. هنجيب التليفون بتاعنا كده ونحطه على مكان الشحن المخصص يا جماعة. هنلاحز هنا ان هو بدأ يفعل الشحن اللي سلكي. وعلامة الشحن زي ما احنا شفنا حضراتكم موجودة اهي. تاني اهو. ده الجهاز ده بدون سلك اهو. هحطه هنا كده. هنسمع التون. بتاعتنا. وهنلاحز على الشاشة كمان يا جماعة ان علامة الشحن اللي سلكي ظهرت على الشاشة بتاعتنا. وكمان بالاضافة لنسبة او نسبة الشحن في قد ايه? مستوى الشحن في قد ايه? وبالتالي انه بيجاري عملية الشحن. وبالتالي هيفعل خاصية لو حدك سبت التليفون او نسيته او كده العربية تندح عليك. السيارة جماعة تدي الاضوار التحذيرية اللي هي البوك التحذيري او الكالكس اللي هو حاجة شبه كده يعني اللي هو كده. ده هتلاقي بتندح عليك تقولك يعني بترجعك تقولك ان انت سيت التليفون في مكان الشحن اللي سلكي. ودي خاصية جميلة جدا جدا جدا. طيب انا معي التليفون بتاعي وبجرب الشحن بتاعي مسلا حطيت كده. ما ظهرش اي حاجة على الشحن. ده معنى ايه يا جماعة? معنى زي قمت لحضراتكم حاجتين. يا اما ان انا ما فعلتش الشحن اللي سلكي من الشاشة. الشاشة الميديا اللي في السيارة زي في بداية الفيديو. او ان التليفون هنا لا يدعم خاصية الشحن اللي سلكي. فيها جامعة تليفونات كتيرها جدا 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 لدعم خاصية الشحن اللي سلكي باستثناء بعض الموديلات المعينة. طيب لو حضرتك عايز تعتعرف تليفونك بيدعم الخاصية دي ولا لا اترك لي في التعليقات. موديل التليفون بتاعك. وانا هرد عليك اقول لك اه يدعم خاصية الشاحن اللاسلكي ام لا يدعم. في حاجة تانية جميلة جدا الشاحن اللاسلكي ده بيعملها وهي ميزة برضو جميلة جدا يا جماعة ان هو ما بيشحنش الموبايلات ذاتها للخاصية الشاحن اللاسلكي فقط الويرلس. لأ وبيشحن الساعات يا جماعة اللي هي فيها خاصية الشاحن اللاسلكي. على سبيل المسال زي كده. شايفين يا جماعة? اه ده هي علامة الشاحن المية في المية دي ساعة سمارت يعني انت حضرك ممكن تشحن الساعة بتاعتك وتشحن التليفون بتاعك بشرط ان يكون فيهم الخاصية بتاعة الشاحن اللاسلكي زي ما احنا شايفين كده اللي هي الويرلس كده. بالنسبة يا جماعة للتحذير اللي احنا قلنا عليه في اول في فيديو ايه هو? ان لو درجة حرارة التليفون وصلت خمسة وستين درجة مئوية. الشحن اللاسلكي سيتوقف تماما. نتيجة ان التليفون سخن. واحنا عارفين اصلا ان اي تليفون بيتشحن سواء لسلكي او بسلك بيتولد عنه درجة حرارة ان التليفون بيسخن. فده حماية للهاتف وحماية كمان للشاحن اللاسلك اللي في السيارة. ودي حاجة كويسة جدا ان تبقى كل حاجة محمية معنا عن طريق وسيلة حماية. التليفون تاني لو انت حضرك التليفون وصل درجة حرارة خمسة وستين مئوية. اللي هيحصل التليفون سيتوقف عن الشحن تماما نتيجة خاصية حماية ارتفاع درجة حرارة من الشحن. كان معكم حزم راشد ودي قناتي اطلب من حضركم الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد دائما. شكرا لحضركم. سلام عليكم